السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في قناة ام نزال يوم شاء الله باش نحضر واحد الخبيزات اللي كي جو رائعين دقيق القمح الكامل كي جو غزال يوم شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم واكد لجربتوهم غاديولي ومعتمدين عندكم دوزالة بركتي للمقادر عندي كيلو غير ربع ديال الدقيق القمح الكامل ممكن انكم تنقصو كما ممكن انكم تزيدو عندي نص مغرفة ديال السكر كبيرة ونص مغرفة ديال الملحة كبيرة وعشرة جرام ديال الخميرة الفورية وعندي الماء وعندي اليهور طبيعي تقريبا ثلاثة المعالقة كبيرة ممكن انكم تديرو نص معالقة كبيرة ديال الملحة ونص معالقة كبيرة ديال السكر كما انكم ممكن تديرو معالقة صغيرة ديال الملحة ومع القصيرة دي الاسكار هنا اخذت واحد نسكة زيلمة ازت في ديك العشرة قرام دي الخميرة الفورية وازت في ديك المع القصيرة او نسكة مع القصيرة كبيرة دي السكار وكننخلط كندير هاد العملية بيش تسغع عليها بيش انها بيساعد الخميرة تتخمر ومتاخدش معايش وقت كبير وهناي بعد ما خلطتها واحد جوش دقيقة انا كبيتها فوق فوق ديك اللي دقيقة وبعد ست الملحة باش نزيت الياغور الطبيعي كيجبوا رائح صدقوني لما عندكم ممكن انكم استغنوا علي كما ممكن انكم تحوضوا بالحليب ثلاثة مع الكبار ثلاثة من المنطقة غد نخلط على شي كامل ممكن انا انا قد نزيد الماء تفوي بشوية بشوية وقام جمع على الجينة اصدقاني خبيزاتك جوزالين والان من اشي انهم صحيين لنعلو ريداتنا هنا انا كن جمع فتك الثقاغ وانا فنمس الوقت كان عجن بشكي تجمع معاي ديك العجينة كانت لكها خمسة دقاغ وساي كنخليها تخمر كتاخدش معاي وقتك كتير فاق فاق فدليك ما كتلاحظو انا كنجمع فنمس الوقت كان عجن اشتركوا في القناة 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 جمعتها. قد لكسها وحد خمسة دقيقة. تعجيلة ما تكونش قاسحة وما تكونش جارية. كما كتشفوه في الصورة تكون عليها تشكل هادا. كتكون شوية مرخوفة. قد نغطيها ونخليها ترتاح وحد خمسة دقيقة. تلعشرين دقيقة. انا بعد ما رتحت لي العجينة حد خليتها عشرين دقيقة خمرات كما كتشوفو. خديت البلبولة ديال الشعير. خديت الماء. وعندي هنا يشوفان. وعندي زنجلان. هادا هم اللي غادي نفند فيهم. مذكر خبيزة ديولة ان شاء الله. انا هي ذاك المقطع هذه الان انا كنقطع فيها تقطع. كنقسم بكل العجينة وكنكورها كما كتشوفو. كنحطوك الكورات في الكورة في الماء. وبعد عاد كنحطها يا اما شوفان يا اما زنجلان. يا اما بالبولة. وما تقيدوش بهادا. ممكن انكم تديرو زنجلان لبيض. اه حبة حلاوة. النافع. زرعة القرعة. اه يعني اللي متوفر عندكم. ماشي بالضرورة انكم تقيدو بهادا. انا اللي متوفر عندي. راني حتي صوراني. راني خدمت بيه. حتي بش نحطها في زنجلان. كنا كنا بسطة واحد شوية بيدينا كنا خبز واحد شوية بيدينا. انا كنا كنا كان خبز ومغي شوية. كعجبوني هكا كيجو صورين ومن فوخين. كيجو واحد شكيجو شكل رائع. وممكن انكم زيتوا تبسطوهم ديرو ديروهم اكبر من هكا. شو بدارو را تقيدوا بيهم هكا. ممكن ديروهم اكبر من هكا. هادي يدرتها في البلبولة كما كتشوفو. هادي يمن كان بسطة شوية عز كان حتها في طبق ديرو الفرن. وكان بقيها قاعدة تكمل خبزة ديولي. انت ما كن فيش كتشوفو. هنحطها حلو بعدياتهم. تخافوش منهم. انا بنسبال هيك نقربها من بعدياتهم. ممكن انكم تبعدوهم مشان مشكلة. طوران اذا انت بشوية زيت. ممكن انكم تحطو تحطو بابي كويسون. برقة طبخ. اشتركوا في انتعال انت انا هي بعد ما كملتم بقتل واحدة غازي نزدها معا متاهية? هاد الكيميه خرجت ليه سبعه ديه الخبيزات. قبل ما يخمروا بعد ما كملتم كنشد واحد سكين. كندل فمجوش شريطات من الوسط. ممكن انا كنديروغي شريطة واحدة. كما ممكن انا كنت صغنة على هاد المرحلة هادي. انا اديروغي تقابس بفرشيط. دروري هاد المرحلة نديروها قبل ما يخمروا. انت ما كما كتشوفوا على هاد الشكل هادا. انا غادي نخليهم يخمروا ديبه واحدة خمس ستاش. حتى العشرين دقيقة ومبعد ندخلهم الفراني طيبوا. ان شاء الله اللي هم التحت حتى طيبوا. ومبعد عاد نشاء الله اللي هم الفوق. وهذا هو شكل نهائي دي. لهم بعد ما اخرج الخبيزة ديولي هنا كانوا مازالين سخان. هنحللت معاكم واحدة. قطعت واحدة بيتشوفوا كيفاش كيجيوا. كيجوا رائعين صدقوني كيجوا فني. ان شاء الله تجربهم. ويطلعوا معاكم ناجحين. وكانت هذه هي الوصفة دياليوم. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش بالتعاليق. وبليجم ديالكم. ان شاء الله ملتقنا فيديو قادم. وفرجوا منتعه. وإلى اللقاء.